ان شاء الله سنتكلم في هذا الدرس عن بعض الاستنتاجات والتوصيات التالية في المشاركة في تحمل مسؤولية تثقيف المراهقين صحيا وجنسيا واحد تبصير أصحاب القرار السياسي والاحتياجات الصحية والنفسية والاجتماعية الخاصة بالمراهقين والعمل على تأمينها في المجالات المناسمة اثنين الحصول على مراجعة مناسبة للتثقيف الصحي للمراهق حسب العمر ايضا التثقيف والمتابعة من خلال المدارس ايضا الحصول على المزيد من المعلومات حول مشاكل المراهقة وتيسير بعض الحلول اللازمة التي تعالج مشاكل المراهقين في فترة المراهقة الى هنا انتهى الدارس كان اماكم الباحث خالد من السعود الحليبي وان شاء الله نشوفكم في دارس قادم اشتركوا في القناة